بسم الله الرحمن الرحيم أحبة طلبة الصف السادس الأدبي أهلا ومرحبا بكم ونحن نتواصل معا في دراسة مادة النقد الأدبي وموضوعنا لهذا اليوم المذاهب الأدبية ونتحدث اليوم معا عن مذهب الرمزية الرمزية ماذا نقصد بهذا المذهب وما هذه المدرسة الجديدة وكيف عملت لقد عملت هذه المدرسة الجديدة على محورين أولا محاولة التقاط التجربة الشعرية من أقصى نعومتها وارتعاشاتها ورهافتها ثانيا التماس الإطار الفني الحر المرن وهذا كيف يتأتى لأنه يستطيع هذا الإطار التعبير عن التجربة الشعرية ونقل أحوالها إلى القارئ الذي يخلق معه نوع من المغناطسية والجذب الذي تسري إليه من الشاعر لاحظ هذا المذهب الجديد يريد أن يجعل هناك قوة مغناطسية جاذبة ما بينهم وبين المتلقي القارئ تماما كما الأمر يحصل في الموسيقى وكذلك في الفنان التشكيلية تجذبني هذه القطعة الموسيقية فأريد أن أعرف خفاياها تجذبني هذه الألوان وهذه الأبعاد في اللوحة التشكيلية فأريد أن أعرف ماذا يريد الفنان هذا ما اعتمد عليه الرمزيون في تأسيسهم لهذا المذهب إذن لقد أخذ الرمزيون على الرومانسيين مبالغة الرومانسية في الذاتية لاحظ أن الرومانسية كان مذهبا ذاتيا انطوائيا على النفس بحيث غدت غير آبهة بما يجري خارج الذات وأفراطها في التهاون اللغوي والصياغة التشكيلية إذن هذه الحدود غير المتناهية للرومانسية في حبها للذات والانطواء على النفس جعلت الرمزيون ينظرون إلى هذا المذهب وكأنه فيه قصور معين يجب أن يعالج إذن ما هو ما مقصود بالرمز وكيف يتعامل الرمزيون مع هذا المذهب الرمز هو أداة تعبير عالمية قديمة واللغة هي مجموعة من المنظومات الرمزية ويقصد الحروف يعبرون بالرموز عن مقاصدهم الرمزيون يعبرون عن الرموز يعبرون بالرموز عن المقاصد التي يريدونها سواء بالإشارة أو بالرسم أو باللف وكان مألوفا التعبير بالنار عن الإحراق وأيضا مألوفا التعبير بالطير عن السرعة وكذلك التعبير عن القوة والقوة والسرعة بالريح كذلك حينما نريد أن نعبر عن الاتساع فنأتي بلوة البحر إذن البحر يرمز إلى الاتساع وكذلك النار ترمز إلى الاحتراق وهكذا هذا هو الرمز إذن المدرسة الرمزية شيء آخر لكن المدرسة الرمزية شيء آخر فقد أصبحت منهجا فنيا متكاملا ذا مواصفات عديدة وأصبح الرمز فيها له قيمة فنية الرمز له فيها قيمة فنية وعضوية دخلت في نطاقه ماذا دخلت أي الرموز دخلت في نطاق هذا المذهب الرموز التاريخية والأسطورية وطبيعية والأشياء ذات الدلالة الموحية كما تميزت بالاستفادة من المقاومات الموسيقية واللونية والحسية والمشابكة بينها في لغة تعبيرية جديدة أهم أعلام هذا المذهب وهذه المدرسة هو بولدير ومالا ريميه مالا ريميه ومن من هو بولدير وبما تميز بولدير هو من أعلام المدرسة الرمزية وكان يتميز بروح شاعرية فبه وله ديوان شعر اسمه أزهار الشر أما مالا ريميه فهو الرائد الحقيقي للمدرسة الرمزية وكان ينفر من شعره من السهولة والوضوح ولغة التفاهم العادية عمد هذا الشاعر أن يضمن كل بيت شعري عدة معاني وأن يجعل كل بيت شعري صورة تشكيلية وتعبيرا عن عاطفة من أشهر قصائده اللازورد والنوافذ إذن نأتي الآن إلى خصائص المدرسة الرمزية تعال معي عزيز الطالب لنكتب على اللوحة هذه الخصائص كما كتبنا عن خصائص الكلاسيكية وخصائص الرومانسية إذن خصائص خصائص الرمزية خصائص الرمزية أو المذهب الرمزي أولا الخاصية الأولى الإبتعاد عن الأسلوب القائم على الوبوح القائم على الوبوح والدقة والمنطق والدقة والمنطق ثانيا يسعى الرمزيون يسعى الرمزيون إلى دخول عالم اللا حدود عالم الأطياف عالم الأطياف والحالات النفسية والحالات النفسية الغائمة ثالثاً من ناحية الأسلوب التعبيري من ناحية الأسلوب التعبيري عن التجارب النفسية عن التجارب النفسية وجد الرمزيون وجدوا أن معجم اللغة أن معجم اللغة بما في ذلك المجازات المجازات والتشبيهات قاصر عن استيعاب والتشبيهات قاصر على استيعاب هذه التجربة هذه التجربة والبحث ولا بد من البحث ولا بد من البحث عن أسلوب جديد رابعاً رابعاً لغة الإحساس لغة الإحساس وهي تعطي تعول الرمزية تعول فيها على معطيات معطيات الحس بشتى أنواعها بشتى أنواعها خامساً العناية بالموسيقى الشعرية العناية بالموسيقى الشعرية العناية بالموسيقى الشعرية موسيقى اللفظة اللفظة والقصيدة سادساً وهو المهم هنا الغموض الغموض ويتعلق ويتعلق هذا الغموض بمفردات اللغة بمفردات اللغة وتراكيبها 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 واستخدام الرمز واستخدام الرمز بطريقة بطريقة تفسح مجالاً للخيال والتعبير بالإشارات والتعبير بالإشارات والتلميحات هذا هو أهم ما جاء من خصائص في مذهب أو المدرسة الرمزية إذن إليك نصاً في هذا الأدب من هذا الأدب وهو للشاعر أديب مظهر وهو نشيد السكون أعد على نفسي نشيد السكون حلواً كمر النسم الأسود واستبدل الأنات بالأدمع واسمع عزيف فاليأس اليأس في أضلعي فالليل سكران وأنفاسه تلقح أجفاني وأحلامي تنساب حلوة حولي زفرة 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 حالمة حاملة أكفان أيامي بالله هل نغم قائم على بقايا الوتر الدامي فإن في الأعماق روح صدى مثل دبيب الموت بين الجفون أكلما هزكت ذكارها بكيت تحنان الصبى الأولي لاحظ هنا أولاً قد حاول الشاعر أن يكون محافظاً على روحية المذهب الرمزي كما نشأ في الغرب دون أن يعنى ذلك أنه التزم حرفياً بخصائص المذهب الرمزي أنه لم يلتزم حرفياً بخصائص المذهب الرمزي فعمد إلى تكرار الأصوات المهموسة فضلاً عن استخدامه لمفردات تصب في خانة الرمزية لاحظ هنا أن الرمزية ترفض ما جاءت به الرومانسية ولكن الشاعر هنا خلط ما بين ما جاءت به الرومانسية وما جاء به المذهب الرمزي أيضاً قد وظف الشاعر هذه العبارات السكون الأنات الليل ودبيب بما يخدم غروه الشعر المتعلق بالمدرسة الرمزية بالإضافة إلى الإحائية التي يشبه النص والإنعطاف إلى داخل النفس البشرية وتحريك الواقع بطريقة رمزية ولكن غفله غفلة بأي شيء غلف الشاعر النص هنا هذا هو السؤال بماذا غلف الشاعر النص غلفه بالتأمل وهذا ما جعله أن يوضع في إطار الرمزية والذي منحه غلالة مغايرة للنص الشعري العربي القديم لنا مثال آخر لنا مثال آخر عن الأدب الرمزي في الأدب العربي وهي قصيدة النهر والموت للشاعر العربي العراق الكبير بدر شاكر السياب يقول السياب بويب يا بويب أجراس برج ضاع في قرارة البحر الماء في الجرار والغروب في الشجر وتنضح الجرار أجراسا من المطر بلوها يذوب في أنين بويب بويب يا بويب فيد لهم في دمي حنين إليك يا بويب يا نهري الحزين كالمطر أود لو عدوت في الظلام أشد قبضتي تحملان شوق عام في كل إصبع كأني أحمل النذور إليك من قمح ومن زهور أود لو أطل من أسرة التلال لألمح القمر يخوض بين ضفتيك يزرع الظلال ويملأ الصلال بالماء والأسماك والزهر الآن الشاعر السياب لماذا استخدم رمز النهر على ماذا يدل هذا الرمز يدل هذا الرمز على مفهوم الحياة والذي عطفه منذ العنوان على الموت إذن قال النهر والموت وكان يقصد الحياة والموت إذن من هنا تتجلى وضيبة الرمز بأن النهر هو رمز للحياة وكل ما ساقه بدر شاكر السياب في هذه القصيدة هو تحت هذا الإطار وتحت هذه التسمية أن النهر يرمز إلى الحياة إذن الرمز متدرج في هذه القصيدة متدرج إذ يبدأ بأنه يقدم أجواء غريبة يشعر بها القارئ منذ الوهلة الأولى وهذه الأجواء هي سيماتر الأدب الرمزي فهو يقدم إيحاء بعالم جديد فضلا على استخدامه ألفاظا لها عدة معاني في آن واحد إذن هناك إنعطاف وهذا الإنعطاف باطني يقوم به الشاعر حين يحاول الغوص في عوالم هذا النهر الذي تمتزج صورته لدى الشاعر بمعنى الولادة الجديدة التي يريد أن يبشر بها المذهب الآخر الذي أمامنا والذي هو المذهب الأخير في المذاهب الأدبية هو الواقعية ما هي الواقعية؟ وما أنواعها؟ الواقعية هي جاءت نسبة إلى الواقع؟ إلى الواقع وهو الموجود حقيقة في الطبيعة والإنسان والواقع لدى أصحاب هذا المذهب نوعان حقيقي وفني إذا الحقيقي إذا ما وصفه الإنسان كان صادقا وأمينا لموافقته على ما هو موجود في الواقع أي أنه ينسخ الواقع نسخا فوتغرافيا ليس نسخا فنيا أي ننقل الحقيقة كما هي مثبتة في الواقع تماما أما الواقع الآخر وهو الفني وهو المعول عليه في الأدب أي أنه يقوم على خلق إبداعي لواقع لا يشترط أن يكون حقيقيا بكل تفاصيله وحذافيره في المجتمع وفي الطبيعة ولكنه يغترف عناصيره من الواقع وماذا يعمل؟ يغير ويحور يزيد وينقص ويختلق ويعيد التكوين ليأتي بواقع ليس نسخة أمينة للواقع الحقيقي كما هو الواقع الحقيقي بل محاكات له وممكن وجود الوجود والتصور إذن هنا نقول أن الكاتب الواقعي يخلق أشخاصا ويرسم ملامحها ويصور البيئة كما يشاء ولكن ضمن الأطر المعروفة التي لا نشعر إزاءها بالغرابة والاستنكار وتشبه الصورة الفنية التي يرسمه الفنان آخذا مستمدا عناصرها من الواقع الخارجي ولكن له في مخيلته ترتيب جديد لهذا الواقع إذن من أين يستمد الواقعيون تجاربهم يستمدونها من مشكلات العصر الاجتماعية تحاكي الواقع ماذا في الواقع هناك مشكلات فهم يعالجون ويأخذون هذه المشكلات ويأخذون الشخصيات من الطبقة أما البرجوازية العالية وأما الطبقة العاملة التي يعانون الظلم وكانوا يصورون الشر والآفات الاجتماعية لماذا؟ حتى يتلافاها المجتمع ويبتعد عنها إذن الواقعية اتجهت بشكل أكثر إلى كتابة القصة والمسرحية وابتعدت عن الشعر لاحظوا الآن هنا أصبحت مجال الاختصاص الواقعية اختصاصها النثر سواء كان قصة أو مسرحية بينما الرمزية والرومانسية كانت اختصاصها الشعر الشعر أكثر من النثر لقد اعتبر الواقعيون الأدب وسيلة لا غاية لأنهم لم يعتنوا بأسلوبهم وقد أعاروا اهتماما بالغا للمنطق وللطريقة التي تعبر على الأحداث تعبيرا وابحا إذا لم يعتنوا باللغة المقصود بالواقعية الأدبية هذا تعريف مهم هو تصوير مبدع للإنسان والطبيعة هو تصوير مبدع للإنسان والطبيعة في صفاتها وأحوالهما وتفاعلهما مع العناية بالجزئيات والتفصيلات المشتركة للأشياء والأشخاص والحياة اليومية أهم أعلام المذهب الواقعي هو غوستاف فولبر ومكسيم غوركي إذن هؤلاء الكتاب يمثلون الواقعية وكما قلنا أن للكاتب غوستاف فولبر هذا لدينا رواية بعنوان مادام بوفاري وهذه الرواية مشهورة جدا تعد من الروايات التي مثلت الواقعية الدقيقة في وصف الأشخاص والطباع والبيئة والمظاهر الاجتماعية أما مكسيم غوركي فهو رواي ومسرح روسي وأنشأ في عهد القيصرية وذاق مرارة الفقر واليتم وعاش شاب في العيش وقام بأعمال كثيرة شاقة في ظروف سيئة ليكسب لقمة العيش هذا الكاتب تفاعل مع الجماهير وعبر عن آرائها له روايات بعنوان الأم والمشردون والأعماق السفلية تميز هذا الكاتب بأدبه السهل والجذاب الذي يعبر عن تجاربه الشخصية وتطور الثور الاجتماعي وأصبح كاتبا للواقعية الاشتراكية إذن مغسيم غوركي هو كاتب الواقعية الاشتراكية إذن الواقعية الاشتراكية تسعى إلى تصوير الواقع المرير وتناقضاته ونقائضه لماذا؟ لكي تنطلق إلى المضال في سبيل عالم جديد يقوده الإنسان إلى العدالة والمساواة والأخوة والسلام إذن نأتي الآن إلى خصائص خصائص المذهب الواقعي خصائص المذهب الواقعي وتعالى مع أن نثبت هذا على اللوحة أيضا إذن خصائص الواقعية خصائص الواقعية أولاً الخاصية الأولى للواقعية النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي النزول إلى الواقع الطبيعي والاجتماعي ثانياً ثانياً حيادية الموقف حيادية الموقف ثالثاً التحليل رابعاً الفنية الواقعية الفنية الواقعية إذن ماذا نقصد بالنزول إلى الواقع ماذا نقصد بالنزول إلى الواقع انتبه معي الآن هو أن الإنسان يرتبط بمحيطه البيئي ويتفاعل معه وصراعه مع المحيط الطبيعي والاجتماعي ومن هنا يستمد الكاتب الواقعي موضوعاته وحوادثه وأشخاصه المقصود بحيادية الموقف نعني العرض والتحليل على وفق الشخصية وطبيعة الأمور وبشكل موضوعي لا على وفق معتقدات الكاتب لاحظ إذا كنت أظن شيئاً أعتقد شيئاً والواقع يقول شيئاً أنا أنقل الواقع لأن مذهبي هو المذهب الواقعي ولكن براعته في أن يقود القارئ إلى موقف بحسب القوانين النفسية فالكاتب لا يأمر ولا ينهى إنما يضع القارئ مثلاً في موقف ويجعله هو الذي يقرر الرفض أو القبول المقصود بالتحليل هو البحث عن العلل والأسباب والدوافع والنتائج لكل ظاهرة اجتماعية ليصل القارئ إلى القوانين المحركة للمجتمع المقصود بالفنية الواقعية المقصود بالفنية الواقعية هو أن النص الواقعي ليس كتابة لبحث علمي النص الواقعي ليس بحثاً علمياً أو تقريراً لبحث علمي أو تقريراً صحفي إنه الأدب والأدب هو فن وكل فن ينبغي فيه الجمال إذن هنا فضل الواقعيون النثر على الشعر لماذا؟ لأن اللغة الطبيعية للناس هي النثر وإنما الشعر هو لغة الصفوة ولغة متقدمة فنياً على لغة النثر إذن أنواع الواقعية لدينا نوعان الواقعية الطبيعية والواقعية الإشتراكية كما أستثنى في الحديث عنها أما الواقعية في الأدب العربي فقد تمثلت فقد تمثلت بكثير من الأدباء ومنهم الشاعر عبد الواهب البياتي وكان هذا الشاعر ناقلاً للواقع مع الرغبة الحقيقية في تغييره فالشعر يجب أن يرتبط بالواقع والشاعر يجب أن يكون معبراً عن المجموع وهناك أيضاً لدينا نازك الملائكة في قصائدها أيضاً تناولت الواقعية ولديكم في المنهج قصيدة بعنوان مرثية امرأة لا قيمة لها وهذه عزيزي الطالب هي المذاهب الأدبية الأربعة التي شرحناها على مر هذه الدروس وهنا نقول لكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك لاتوه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة